بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحيانا حتى نحيي ليلة القدر الحمد لله الذي جعلنا أن نقوم ليلة القدر اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا واللهم يا رب تقبل مننا الأعمال الصالحة تقبل مننا الطاعات يا رب العالمين يا رب السماوات اللهم يا رب لك الحمد لك الحمد على كل شيء الحمد لله الذي بلغتنا رمضان والعشر الأواخر اللهم أحيينا رمضان وما بعد رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة يا رب العالمين كذلك اللهم يا رب احفظ أمة الإسلام اللهم يا رب وحد أمة الإسلام والصلاة والسلام على صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود صاحب الغرة والتحجيل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل رافع لواء العز في بني لؤي صاحب الطوضى المنيف في بني عبد مناف بن قصي جليل القدر منشرح الصدر المبرأ من كل وزر في همة الدهر وجود البحر وسخاء القطر صلوات الله عليه وسلامه ما نجم بدى وطائر شدى ونسيم غدى ومسافر حدى كلما ضوع مسك وفاح وبدى نجم ولاح وغرد حمام وناح ذي القدر العلي والمقام السري والنور البهي سيد السادات وصاحب الرسالات البينات والمعجزات الباهرات الشفيع في من يصلي عليه يوم الحسرات صلى الله عليك يا علم الهدى كلما هبت النسائم وناحت على الأيك الحمائم حياكم الله حين أمس ليلة القدر وعاننا الله والله يتقبل مننا ومنكم ويرحم أمواتنا وأمواتكم يا رب العالمين ولا تكونوا إنسيتهم إن شاء الله حد نسي أمواته اللي ماتوا آبائهم وأمهاتهم وأخوانهم وأخواتهم اللي دفنوهم واللي كانوا بين العام الماضي واللي قبله واللي قبله وماتوا ومن لم يترحم عليهم أحد هؤلاء بحاجة للدعاء هذا الدعاء يصل إليهم والله سبحانه وتعالى يغفر لهم من خطاياهم ومن ذنوبهم وينور عليهم قبورهم بسبب وببركة دعائكم لا تقصروا معهم هم ما قصروا معكم في هالدنيا ما قصروا معكم علموك ودرسوك وكبروك واصرفوا عليك والآخر شيء ما ترفع أيدك في ليلة القدر تقول رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وبعدين احنا في نقطة مهمة أخرى إخواني وأخواتي أحيانا ليلة القدر بالمفهوم الأقرب والمتوارث إنه ليلة القدر في السابع والعشرين وهذا معظم رأي العلماء والفقهاء لكن وما يدريك أنها تكون ليلة التاسع والعشرين يعني بكرة ما يدريك لذلك لا تفتر لا تتباطأ ولا تتوانى وخليهم تكعالي حتى نهاية الشهر بعد رمضان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات نفحات هيك بتيجي أيام ليلة الخميس على الجمعة الليل يوم الاثنين يعني أيام مباركة أيام الله قال ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها يعني تعرضوا لها إنت ليلة الجمعة ما تنمش ظلك صاحي حتى الفجر لو نمتلك شوية وإنت تقرأ قرآن وتسبح وتذكر الله وتقرأ على المسجد الصلي الفجر صباحة الجمعة تقرأ صورة الكهف يوم الجمعة تكثر من الصلاة على رسول الله في يوم الجمعة وإحنا هذه الساعات اللي إحنا الآن فيها هذه من أجمل الساعات وهاللحظات لحظات مباركة الآن اليوم كانت بالأمس ليلة القدر إن شاء الله طبعا واليوم الجمعة ويعني ليلة مباركة في يوم مبارك أيضا الجمعة وإن شاء الله دعائكم يا رب يصل ومبارك بإذن الله وربنا يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار كذلك الله يرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين وحياكم الله ويا أهل وسهل مرحبا فيكم بدنا نحكي اليوم عن رؤية الأنبياء شو حكاية الرؤية ومع الأنبياء إحنا كل واحد فينا بيرى رؤية وبيحلم وبيخربت إنه ماشي ووقع وهو يمشي ويركض ولا الأرض فتحته وواحد لاحقه وحي لاحقته وبيصيرت مؤظم النسوان اللي بيسمعوني بيصيرت قولك يا شيخ إحلمت إنه فار وقال بلف في الدار عندي وإحلمت حي يا أخو حي هاي المفلاء هاي فيش غيرها والله طب بتشبهها الحي هذه بتشبه المفلان مثلا مشيتها مشيت المفلان اسمها اسم المفلان شكلها على شكل المفلان ليش قلت المفلان وللإنها يعني لإنك تكرهيها مثلا يعني وشوف ومش عارف إيش شوفت وشوفت وشوفت لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتلاعبن بكم الشيطان بالليل فيأتي أحدكم في الصباح ويقول رأيت البارحة كذا وكذا فإنه من فعل الشيطان فإنه لن يضرق شيء بإذن الله لا حيضرق شيء واتفل إن أصبحت فقول أعوذ بالله مشترجين قال ومن السنة أن تدفل على يسار تقول أعوذ بالله مشترجين ولو ما عملت شيء قلت أعوذ بالله مشترجين وما تفلتش يعني ما قامت القيامة يعني خلص قول أعوذ بالله مشترجين والحمد لله رب العالمين وهكذا ولا تحدث بها أحد سواء الرؤية الآن هنا كلمة تحدث مشاكل كثيرة حصلت ومع الأنبياء مجرد أنحدث بالرؤية لذلك شو بتشوف إيش ما بتشوف لا تحدث إلا لمن تحب على نطاق ضيق ضيق جدا 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 ما مش يعني تحط على الفيس يا أخواني أمس مبارح رأيته إيه كذا من يفسر لي خد عاد اللي بيفزر يمزح معك واللي يفسر لك واللي كذا يعني أنت بتحط حالك في موقع أنت مش قده ولا ولا يعني سامحني بتبهدل حالك لذلك لا تكن شيئا طيب نبدأ بموسى عليه السلام والنبي عليه السلام قال كاد القرآن أن يكون لأخي موسى كاد القرآن أن يكون لموسى موسى عليه السلام فرعون كان في عد فرعون طبعا فرعون كان تأله وقال أنا ربكم الأعلى طغى وتكبر وتجبر وأخذ يستعبد الناس أصلا سنفره وخفرع وأولاده وخلفته هذه الأهرامات الكبيرة هي قبور ومقامات لهم استعبد المصريين في ذلك الوقت استعباد وإذلال من أجل بناء قبر أو هيكل لهم شف لين وهالبذخ في الأموال يعني مش هالإنجازات الرائعة يعني هذه قبور وطحميت لذلك إذا أنت بتلاحظ في إخوانا المصريين التلفزيون المصري لما بيكتشفوا آثار عبارة عن جثة محمطة وصارها آلاف سنين وهالمقام وهالمباني الضخمة من أجل خلقة واحد مات منهم بس وقال أنا ربكم الأعلى قال يعني الله سبحانه وتعالى قال عن لمع فرعون قال فاستخف قومه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فاسقين فاستخف قومه فرعون يوم نايم فرأى رؤيا أن شرارة من اللهب تنطلق من القدس من بيت المقدس من أرض فلسطين وتأتي ويأتي لهبها إلى مصر فيدخل بيوت الأقباط اللي هو كان يمثل القدس فرعون وقصر فرعون ويحرقه هذا اللهب والنيران تحرق قصر فرعون وتحرق الأقباط إلا بيوت بني إسرائيل ما حرقتهم وما دخلتهم فالنيران أخذت يرآها تشتعل في بيوت القدس وقصر فرعون فقام فزعا فجمع الكهنة والسحرة والعرافين وإلى آخره وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سأل عرافا عن شيء فصدقه هذا هاي رسالي لمن يقول فلان بسموه بالفلاحين فتاحة ولا وح عرافة ولا مش عارف شو فلان بعمل عمل والآخرين النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه كفر بما أنزل على محمد وفي رواية أخرى لم تقبل له صلاة أربعين يوما يا سيد خلينا بالرواية الأخرى لم تقبل له صلاة أربعين يوم يعني أربعين يوم أعمالك ولا صفر ليش تروح له قال بتروح له يعمل لي عمل لفلان بلك بلك اتجوزته ولا بلك هي جوزتك ولا بلك ايش بدي عمل عمل لفلان يطلق مرته بدي عمل عمل يضربه فلان خلي البيت عندهم قايم قاعد بدي عمل عمل لمين طيب أنا قبل ما تكمل كلامك أنا بدي إياك تروح للي بتروح له ها وإذا بتزبط معه يعمل لي عمل لجانس ونفتالي بنت يحلوا عننا شوية وإلا هون تشاطر لي بالأعمال على أبو العبد وأبو إبراهيم وأبو محمود وضار أبو صدقي وضار أبو السادق وضار أبو ومش عارف أنه وضار هالمساكين اللي مسخمطين إحنا شاطرين بس عبعض يا أخي هاي نفتالي بنت وهاي جانس مجننيننا ولا مجننيننا ففيش حد يعملهم عمل يا أخي كانت قل لك لا يا أخي هؤلاء بحاجة إلى الزئبق الأحمر كم بيكلف هذا الزئبق الأحمر فوق المئة ألف يا أخي فوق المئة ألف يا أخي وهذا يؤتى من الهند طيب أنا أجيب لك نفتالي بني تلف حوالي حاله هيك بس ينسى أنه فيه المسجد الأقصى وينسى أنه فيه فلسطين خلي بلك حل عنا شوي ما فيه مجال من دبره إذا من دبره ما عليك أنت مئة ألف مئتين ألف من دبره مش مشكلة بس دلالة على على هذا الكذب وهذا الدجل اسمه دجال حتى اسمه دجال فلا تأتوهم أبدا المهم فرعون فاستخف قومه جمع السحرة والكهنة وقال لهم إني رأيت البهر حتى كذا وكذا أريق ناشف فقال له حبرهم الأكبر الكاهن الأكبر قال له من أين جاءت هذه الشرارة قال من أرض كنعان من أرض فلسطين من بيت المقدس قال صبي يولد في هذه الأيام من بني إسرائيل فيقضي على ملكك ويدخل قصرك شوف شوف فاشتعت غضبا قال أكتلوا لي كل مواليد بني إسرائيل اللي بيولدوا يقال أنه يقتل خمسة آلاف يقال أنه قال الله سبحانه وتعالى يقتلوا أبنائهم ويذبحوا أبنائهم ويستحيي نساءهم فترك النساء وصار يقتل الأطفال والأبناء والرجال وقضى عليهم لكن هناك امرأة صالحة اسمها يحاند يكابد أم موسى الله سبحانه وتعالى الآن مقابل هذه الرؤية كانت حامل طبعا في موسى مقابل هذه الرؤية التي رأى والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رؤية الأنبياء حق حق الأنبياء لما يروا شغله حقيقة واقع أمه طبعا مش نبيا أم موسى ولا تندرجح تحت قائمة الانبياء امرأة صالحة أم نبي وهذا يكفيها شرفا أم موسى ووحينا إلى أم موسى الله سبحانه وتعالى يقول أم موسى حتى في ناس يقولوا اسمها يوحاند يوكابد ايش ما تسميها مش هنختلف على اسمها رأت رؤية الله سبحانه وتعالى قال لها لما ولدت فلت تشهر ويخافي على ابنها ما في حد يعرف إنها ولدت إلا القابلة تبعتها وهي وأختها إلها ما حدش يعرف فقالت وماذا نفعل يبحثون عن الأطفال في كل بيوت هؤلاء قتلت الأطفال تخيل طفل صغير عمره 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 ليلة تقتله يعني فعلا إنه إن فرعون على في الأرض على في الأرض وأكثر ما يقول أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى وفيما استشبه فرعون بس مش بالألوهية ولا بالربوبية ولا بيقول أنا ربكم أعلى لما يمسك منصب لما يمسك منصب بيتفرعا بيصير فيه طبع وصفات من صفات فرعون مش بيصدق يش حاله فيه وكثار كثار يا بن عم المهم يا أخوان رأت وإذا بها ترى رؤية الله سبحانه وتقول لوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه شف الوصية الآن الإلهية الربانية والوحي الإلهي إلى أم موسى وإذا خفت عليه إذا خفت عليه على الطفل ألقيه في اليم الله يعني شف كيف يلاعني يعني قال يعني إن خفت عليه قال دبي بالبحر يعني في النيل يعني لا يلا خليه بحب نحسن مثلا لكن شف القدرة إلهية فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين في الآية الكريمة ست توجيهات قال أرضعيه الأمر الأول فيه أمرين أرضعيه وألقيه في اليم أنت ما عليك أنت ارضعيه وإذا خفت شفت إنهم جايين الجماعة على الباب على الباب بدون يكتشفوا الأمر حطيه في زتيه في البحر القهي في اليم ونهاها عن أمرين لا تخافي ولا تحزني والمرأة بطبيعتها بطبيعتها تحزن دائما لذلك الله سبحانه وتعالى يعني جعل أن الحزن معظمه للنساء الحزن المرأة تحزن تحزن كثيرا دائما تقلق مضطربة إلى آخرين قال الله لها لا تخافي ولا تحزني ثم أعطاها بشرياتين بشريات ثنتين قال إنا رادوه إليك هاي بشرة رجع لك والبشرة الأهم إنا جاعلوه من المرسلين رح يصير نبي هذا الطفل اللي بين ديك رح يصير نبي إذن أمرها بأمرين ونهاها عن نهيين وبشرها بشرتين بشارتين الأمرين أن أرضعيه وألقيه في اليم ونهاها عن أن لا تخاف ولا تحزن وأعطاها بشارتين إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بشريات ففرحت فعلا وحصلت القصة الكبيرة وجاء إلى ولكن موسى كان ألدل كان يعني لا يتكلم كثيرا ولكن الله قال له وألقيت عليك محبة مني أي حينما يراك أحد إلا ويحبك يعني هذا شيء جميل إنه أحد يشوفك لما أنت تشوفك شخصية محبوبة موسى عليه السلام من هذه الشخصيات إذا شفت لازم تحبه وألقيت عليك محبة مني ما في حد يشوفك حتى فرعون حتى فرعون حبه جابوا لقصره وفعلا دخل قصره وأصبح كأنه جزءا القصة طويلة لكن نحن نريد هنا الرؤية الرؤية كيف تتحقق ولما الآن موسى عليه السلام لما جاء إلى الأردن وعند وادي شعيب وتزوج من بنات شعيب أيضا لها قصص أخرى وأخذ صفورة معه زوجته وعاد بها إلى مصر في الطريق ولدت وهنا في الطريق الآن موسى في ليلة ماطرة شاتية مظلمة لا يعني رياح شديدة قوية جدا في صحراء واسعة موسى لم يعد يرى النجوم يهتدي بها وكأن الله يقول له كل معجزات العصى تبعتك وكل هذه الخوارق التي تراها أنت بحاجتي أنت بحاجتي بحاجة رب العالمين فوقف فقال موسى حينما رأى نارا قال إني أنست نارا القصة طويلة فوقف موسى وقال يا من سبحانك يا من لم يكن قبلك شيء يا من لا يشبهك شيء يا من أنت كل شيء فرج عني ما أنا فيه فلما ذهب إلى النار وجدها شجرة خضراء 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 والنور فيها أبيض 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 عاد إلى صفور زوجته وهو قال هل علي يعني أتيكم بها منها بجذوة يعني شيء ما نحط من الدفة فرأى نور وكلمه الله إنك بالواد المقدس طوى الآيات كثيرة والقصة كبيرة وطويلة عاد إلى صفور زوجته ووجدها قد ولدت فقالت له أشكرك يا زوج العزيز يا زوج الغالي قال على ماذا قالت النساء اللواتي بعثتهن إلي ولدنني وقمنا بالواجب وأحضرن لي طعام قال أين الطعام فوجد الطعام فإذا به طعام ساخن من التريد وإلى آخره فعرف أنها من معجزات الله وأنه هذا الكرم الكرم الإلهي موسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال كاد القرآن أن يكون كله لموسى كاد القرآن أن يكون لموسى إنت ما في سورة إلا وتجد فيها موسى لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم إلا وفيها شيء عن موسى عليه السلام طبعا وعلى نبينا وعلى كل الأنبياء السلام الآن يوسف عليه السلام يعقوب في صباحي في صباحي المبارك من يوم الجمعة المباركة وجهوا يتهللوا بشرا وكان يحبوا كل أبنائه لكن بحب في الداخل اثنين يوسف وأخوه بن يمين بحبهم زيادة شوي في الطاعة هلأ أنت كل أولادك بتحبهم لكن في أولاد مميزين شو بتقول فلان كويس بس نمرود فلان لا والله مطيع فلان لكن الله يرضى عليهم كلهم هكذا لكن داخليا أنت كما ذكر يا أختي داخليا بتقول إخواني مثل أربعة خمسة برتاح لفلان أكثر من فلان وهكذا وهي الدنيا فهو كانه داخليا يرتاح ليوسف وأخي فيوسف ذات صباح جاء فقال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بيرح رأيت رؤية شو رأسا قال له قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إخواني إخواني أخواتي الكريمات عشان هيك لا تسولف شو بتشوف في المنام حتى بعض الناس تخيل لتنتيج تقول له واحد واحد تقول له واحد واحد انبارع حلمت إنه جاييني عريس وبتحكي قدام مين واحدة عزباء أي والله بتنعل سنسفيل أهلك وهي وهي حاقد عليك حتى بالحلم حتى بالحلم أه فولا واحد تفران ماكي الهواء تقول له مبارع حلمت إنه إنه القيد صندوق ذهب يعني أنت كأنك يعني بتفتح له بجروحه قاعد بتفتح له بجروحه بتحط ملح كمان لا على أي حال إخواني لا تقصص رؤياك على الناس الله سبحانه وتعالى قال على لسان يعقوب يا ابني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا لك كيدا وفعلا كادوا نعم تحققت الرؤية ولكن دفع ثمن هذه الرؤية دفع ثمن هذه الرؤية والقصة طويلة إحنا يعني نتشرف بسرد قصص موسى ويوسف ويعقوب وعليهم السلام والأنبياء ولكن هذه بديها محاضرات لكن ما يهني نقطف من بستانهم ومن زهورهم زهرات ما معنى الرؤية وشو حكاية الرؤية مع الأنبياء وكيف رؤياهم تتحقق إبراهيم عليه السلام قال أرى يا ابني أني أرى في المنام أني أذبحك أرى في المنام بعدين أن يا إبراهيم أن صدقت الرؤية صدقت الرؤية فمع إبراهيم أيضا عليه السلام أبو الأنبياء الرؤية الآن يقال عاتكة أو صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت أن صخرة انحذرت من جبل أبي كبيس فوق مكة وانفلقت فدخلت كل بيت في مكة وجاء فارس وقال يا بني عذر يا بني وأخذ ينادي على يا بني عبد المناف يا بني عبد الدار يا بني عبد الأشهل يا بني أمية يا بني يا بني إلى آخره ننذركم ثلاثة أيام وهكذا الرؤية فلما علم أبو جهل قال ماذا ماذا ما بكم يا بني هاشم تقولون منا نبي وهذه صفية تقول كذا وكذا وهذه عاتكة تقول كذا ما الأمر الرؤية وقالت لأخيها العباس قالت له كذا وكذا وكذا العباس غلط راح حكل عقبة بن أبي معيت عقبة بن أبي معيت وكان صديق للعباس يكتم سرة ما حملش راح حمل حتى بدان أبو جهل أبو جهل فضح الدنيا انفضح أكبر بلتجي وأكبر عتريس في الجزيرة العربية بلتجي من أصحاب السوابق من أرباب السوابق لو أنه عايش بيننا مطلوب أمنيا إذا مش محبوز من أجل ذلك عادوه عادو رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية أحيانا يعني لما تكون يعني في بعض الرؤى أنت تراها في المنام كأنها رسالة من الله لك فلا تحدث بها أحد إن كانت خيرا فافرح فهي بشرى عاجل المؤمن وإن كانت غير ذلك فلا تحزن لم تضرك بإذن الله هي رسالة ربانية لك إنه انتبه وأجمل الرؤية أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أجمل قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فكأنما رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي اللي بيرى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما بيرى الشيطان هذا يراه حقا صفاته وكل هذه الصفات شخص اسمه إسماعيل تزوج من امرأة صالحة تزوج من امرأة صالحة فولدت له طفلا ولكن هذا الطفل ضرير برير فحاولوا يعرضوا على الأطباء ما نفع فأخذ يلتج بالدعاء ويلتج بالصلاة على رسول الله وإلى آخره فرأت زوجته في المنام الخليل عليه السلام إبراهيم الخليل فقال لها حينما تصبح في الصباح اكشف الغطاء عن وجه ابنك فإنه يبصر الآن ببركة الصلاة على رسول الله سيدنا إبراهيم إجاب الشرها فقالت فصحوت من نومي فرحا قلت من أنت قال أنا إبراهيم الخليل نبي الله قالت ففرحت قالت فرفعت الغطاء عن ولدي وإذا به يبصر من هو هذا الطفل أصبح فيه ما بعد هذا سمي محمد ببركة الصلاة على رسول الله اسم محمد بن إسماعيل من هو محمد بن إسماعيل الإمام البخاري الإمام البخاري رؤية رأتها أمه رؤية الأنبياء حق فلذلك نحن نتفائل ونفرح بالرؤية الرؤية أحيانا بتعمل مشاكل إذا أنت بتحكيها والله سبحانه وتعالى قال على لسان يعقوب يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا يكيد وكاد وبعدين تحققت رؤيا يوسف عليه السلام لما رأى الشمس والقمر أبو أمه وأحد عشر كوكبا إخوانه رأيت أني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يعني رأيتهم لي ساجدين 13 ويوم أن دخلوا على أخيهم يوسف عليه السلام جاءوا من أرض فلسطين إلى مصر وكان من عادتهم أن في التحية أن يزجدوا هكذا يعني يحنوا رؤوسهم فقال ذلك تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا في إخواني أمور أحيانا تراها الله سبحانه وتعالى يرسل لك رسائل يرسل لك رسائل وإحنا هنا في البرنامج مش منفسر أحلام ولا جاين نفسر ولا بنعرف أصلا لكن حكاية الرؤية الرؤية مع الأنبياء حكاية طويلة يونس عليه السلام رأى رؤية معظم الأنبياء عليه السلام لو تيجي يعني تتحقق من سيرهم المباركة الطيبة الكريمة تجد أنه حصل معهم رؤية ولننسى ذلك العالم الجليل الذي نزل لنور الدين زنكي فقال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يحاصر حصن حارم نور الدين زنكي قال دعاء بينه وبين نفسه قال يا رب لا تنصر نور الدين من هذا نور الدين الكلب حتى تنصره اللهم أنصر أنصر الدين ولا تنصر نور الدين فجاء رأى إمام القلعة رأى رسول الله في المنام قال أروني نور الدين الرسول عليه السلام قال للإمام قل لنور الدين إن البلغار خرجوا الفرنج خرجوا الليلة من دنيات وإن الله سيفتح عليك الحصن الليلة حصن حارم فنزل قال يا رسول الله قلت له عدت قلت وكيف يصدقني قال قل له بإمارة أنك قلت ومن هذا نور الدين الكلب حتى تنصره اللهم انصر الدين ولا تنصر نور الدين ونور الدين حق هذا الكلام بينه وبين نفسه بينه وبين نفسه تذلل وتخشع وخشع وتذلل وتودد وتوسل إلى الله فاندخل إلى ملقلعة فسال عن نور الدين زنكي قال أين هو قالوا له ها هو بين يدي الله وقف بصلي فقال له رسول الله يقرئك السلام ويقول لك إن البلغار والفرنج خرجوا الليلة من دنيات وإن الله سيفتح عليك حصن حارم هذه الليلة قالوا بأمارة ماذا كيف أعرف قال له أنك قلت اللهم منصر الدين ولا تنصر نور الدين وسكت قال له أكمل ماذا قال لك رسول الله سكت خافي يحكي له كلمة من هذا نور الدين الكلب قال له أكمل ما قال له لك رسول الله قال من هذا نور الدين الكلب حتى تنصره قاله صدق رسول الله والله ما أحسم عنه أحد إلا الله بهذا الدعاء فخر ساجدا وبالفعل فتح الله عليه وعلى يديه حصن حارم اللي هو بين إدلب وحلب وقضى على الصليبيين وبالتالي كل هذه الحروب كانت مقدمة لفتح بيت المقدس للقدس كل هذه الحروب يا أخوان هي عملية تحريك لأن يدخلوا بيت المقدس خطة نور الدين زنكي وصلاح الدين الهدف الهدف منها بيت المقدس القبص والدليل أن نور الدين زنكي جهز المنبر المنبر الذي هو الآن موجود بعد أن حرقته اليهود في المسجد الأقصى ورممته الأردن الله يجزيهم الخير وأعيد إلى بيت المقدس هذا المنبر من عمله من أمر به نور الدين زنكي ووضعه صلاح الدين والدنيا في المسجد الأقصى مبارك نور الدين زنكي رأى رأسول الله ذات ليل رأاه في المنام قال له أنقذني من هذين الرجلين معه اثنين قال ما بهم قال أنقذني منهما فكان في الشام فذهب إلى المدينة المنورة فقال لوالي المدينة اعزم لي كل الناس وجيب لي إياهم واحد اسمعوا مقطوع علامة اعزم لي إياهم عزمهم نور الدين قعد يرفع الناس وقال له ما أعطوهم معالج يأكلوا بدوا شوف أصابعهم وأشكالهم فما شف قال هؤلاء كلهم للمدينة قال نعم قال ما بقي أحد قال فيه اثنين موجودين هؤلاء من الكفرة لا يدخلون المدينة خارج مدينة قال ايتوني بهن اجوا عرفهم من أشكالهم مد اسمع واحد حطلوا قال له كل مد اسمع عرف اسمعوا المقطوع قال له تعال انت ويا ايش بتعملوا انتو ايش بتعملوا فإذا بهم يحفرون نفقا تحت قبري تحت المسجد الحرائل المسجد النبوي الشريف اللي يصلوا الى قبر رسول الله الشريف الطاهر ويأخذوه الى فرنسا الرؤية الرؤية كثير من الناس رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المناة كثير ولكنهم من الناس الصالحين وتأتيهم رسائل من الله سبحانه وتعالى اجمل الرؤية ان ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرؤية الصالحة بشرى عاجل المؤمن بشرى عاجل المؤمن يوسف عليه السلام في رؤياه ولما تحققت قالوا انه لما دخل يعقوب ما شافش ابوه اربعين سنة لما تحقق وجاء يعقوب من ارض فلسطين هو واخوته والقصة طويلة وقال ذلك تأويل رؤياي طاف بابيه في مصر وين كان يوسف عليه السلام في اي منطقة في مصر في الفيوم منطقة اسمها الفيوم في مصر فوسجن في سجن اسمه بوصير في منطقة اسمه احكي للمصريين وقال لك منطقة بوصير معروفة طاف يعقوب على المخازن قال ما هذا قال هذه حنطة مصر الامح المخازن المستودعات تاعت مصر مصر اللي بتصدر القمح لكل الدنيا لكل الدنيا بتصدر مصر قمح لكل العالم قادر مصر تزود العالم تخيلوا مصر تستورد من اوكرانيا تخيلوا تخيلوا يعني وين وصلنا وين كنا وين وصلنا اخواني على السريع بس سهول مادبة الله يحفظ مادبة واهل مادبة سهول مادبة تكفي الاردن ونقطة واخر السطر سهول مادبة تكفي الاردن قمحا لو زرعت مادبة وحدها فقال ما هذه قال هذه حنطة مصر قال وهذه هذا المستودع ايش فيه قال هذا سلاح مصر سيوف وحاجة قال وهذا قال هذا قراطيس مصر كتب ودفاتر ووراق مشان المراسلات وحاجة قال كل هذه القراطيس عندك ولم تبعث لي ولدي رسالة تطمني عنك اين انت كما تعلم كيف حصل بي وحل بي وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فقال ألا تعلم ما حصل بي بسبب غيبتك يا يوسف كل هذه القراطيس عندك ولم تبعث لي برسالة واحدة قال كنت أريد أن أبعث ولكن منعت قال ومن منعك قال جبريل قال جبريل قال نعم قال لما قال أنت إليه أقرب اسأله فسأل جبريل يعقوب قال له لما منعت ولدي يوسف أن يكتب لي قال عقابا ليه قال لأنك قلت وأخاف أن يأكله الذئب خفت من الذئب ونسيت الواحد الأحد لذلك سيدنا المسيح عليه السلام كل الأنبياء متكاملين لما رؤية شهدة يمشي فوق الموج في بحيرة طبرية من أراضي فلسطين يمشي يمشي بكيس بفوق الموج فقال الحواريين وعددهم 12 يا نبي الله يا كلمة الله يا روح الله كيف تمشي على الماء قال باليقين والإيمان قالوا نريد أن نمشي معك آمنا بك وصدقناك ومشينا معك وموقنون بالله فماذا ينقصنا مثلنا مثلك قال لأحد تعالى عطيني يدك فأراد أن يضع يد رجله في الماء بده يقع فقال لما وقع قال ما لك قال خفت من الموج قال لو خفت رب الموج لمشيت فوق الماء بالإيمان واليقين تمشي فوق الماء لو عندك يقين ألف بالمئة مليار بالمئة أنه هذا الشئ رح يحصل بحصل أنه أنا اعتمادي وتوكلي على الله ومن توكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبه عرشه حسبه يعني هو كفيله هو الذي سينجز لك مش أي واحد يعني قد تتوكل على شخص يقول لك خلص اتوكل ما عليك عندي 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 بعدها بتتصل فيه يا بيعمل لك بيكانسل أنه قال في اجتماع أو بتيجيك رسالة منه بيقول لك ساتصل بك لاحقا وما بتصلش بتصلش أو بردش عليك بردش بيقول لك كنا في اجتماع يسعد هالاجتماعات ما أروح هالاجتماعات المثمرة الرائعة وبعدين متى هالاجتماعات عارف متى في أثناء الدوام وبيكتبوا فيها إنه جلسات إضافية من خلال الدوام بتسأل هذا حلال ولا حرام حلال ولا حرام بس حلال ولا حرام يندرج ضمن تقعد في جلجني أثناء دوامك وأثناء عملك لجني من التسعة للإحداش وأصلا دوامك من الثمانية للثلاث ماشي أنت بين التسعة للإحداش عندك لجني وبتعمل جلسات لجان بتأخذ ميت دينار على الجلسة حلال ولا حرام أيوة قل أنت لا ومش هيك ومش هيك وبس وبخلوش حد يدخل عليهم وبعد شوي هالصواني فايت صواني من وين من أبو فلان من مطعم فلان صواني ريحة يخرب بيت ريحة اللحمة تبعتهم بتعب الكارادورات وهي وهي فايت هالصواني ما شاء الله قال ما هم يتعبوا اجتماعات وبعد شوي هالفواتير طالع قال غداء عمل غداء عمل ومصيبي أنه أروح أحكي معهم ببيعك وطنية وببيعك قومية وببيعك ولاء وانت ما وبتطلع أنت المخدول وانت بسي تقول لحالي ويكون أنا متهم لا يكون أنا متهم لا يكون أنا بعمل أشياء غلط لا يكون لا يكون لا يكون آه بتقدر له أنت لا يا سلام يا سلام وكل حديثه عطوفت أبو فلان وقعت مع أبو فلان ورحت مع أبو فلان والله يطول بعمر معا لي وجلست مشاعر فقال أنت إلى جبريل أقرب اسأله قال لأنك خفت من الذئب عقابا عاقبك الله أربعين سنة قلت وأخاف أن يأكله الذئب خفت من الذئب المفروض ويونس عليه السلام قال ليتني ويلوط عليه السلام ليتني آوي لوط عليه السلام قال ليتني آوي إلى ركن شديد ونسي أن الله هو القوي كانت فلتة فلتة يعني كيف عقب من اعتمد على ماله قل من اعتمد على علمه ضل ومن اعتمد على عقله اختل ومن اعتمد على قوته انشل ومن اعتمد على منصبه ذل ومن اعتمد على عطوفته ومعاليه أصابه الملل والدجر والتعب والشقاء والعذاب ووقع في مصيبة كبيرة من اعتمد على ماله قل من اعتمد على علمه ضل من اعتمد على عقله اختل من اعتمد على قوته انشل ومن اعتمد على عطوفته ومعاليه مات من الملل مات من الملل وأصيب ووقع في العلل وفي الزل وفي الخلل ومن اعتمد ومن اعتمد على الناس مل ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ذل ولا مل ولا اختل ولا انشل فوحد الله خل اعتمادك دائما على الله ان كان الله معك فمن عليك احنا الان نرح نودع رمضان يعني ليلتين هنبقى معاكم ان بقينا كمان ولا ندري كيف كيف هي الايام انلقاكم العام القادم ام تلقونا احدنا يكون موجود او مش موجود لا ندري لا ندري هل هذا اخر رمضان لنا او او نعيش ام ام ماذا ماذا الميت الميت يا اخوان لو قيل له اطلب وتمنى اطلب وتمنى لو الله سبحانه وتعالى احيا امامك وقال له اطلب وتمنى ماذا يتمنى لقال يا رب اعطني اجر ليلة واحدة من ليالي شهر رمضان من ليالي شهر رمضان المبارك هذه الليالي والله انها مرت كحول من نائن مرت هيك مرة رمضان ما تعرف كيف مر كحول من نائن سوق قامت ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر كأيام من وكأيام التشريق سوق قامت ربح ايام معدودات الله سبحانه يقول عن رمضان ايام معدودات وان ذلك اللي بقي ساعات معدودات او لحظات معدودات فاغتنموها اغتنموها بالاستغفار اغتنموها بالصدقات اسألوا عن الارملة اسألوا عن المسكين النبي صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ونصيحة يا بنتي يا اخي الفاضل يا اخت الفاضلة رؤيتك ورؤياك دائما لا تحدث بها احد نعود نعود لمربعنا الاول خصوصيتك لا تحدث بها احد شو عندك مشاكل قال يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وهمي الى الله وحزني الى الله لا اشكوه لا احد فلان لا ينفعك وقد بكرة يزير عدوك وينقلب عليك واول من يشمت بك واكثر الناس اضرارا وضررا بك ويعلم من وين ايه دك بتلتوي لا تحدث بها احد ولا تخبر احد حتى الحلم يا اخوان في ناس حتى انك تحلم ممنوع عنده تحلم ممنوع تحلم يعني تخيل الروح تقول لواحد قدام مدير عام يدري مدير عام في مدير عام يعرف انك انت حلمان انك انت مدير عام وانت عاد عمرك ما بتصير مدير عام مش مدير عام والله مدير في ولادك ما بتصير عند ولادك والله لو يحض ضدك وهذه سنن الله انت الله فرعون لما عرف انه النار بتحرك بيته قتل الاطفال قتل الاطفال اطفال خدج مواليد ولادة جديدة خدج اللهم فقهنا في الدين اللهم يا رب علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا رب العالمين يا مولانا يا من لم يكن قبلك شيء يا من لا يشبهك شيء يا من انت كل شيء اللهم فرج عنا ما نحن فيه اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك هذا الدعاء الذي دعا به موسى يوم أنفلق الله له البحر لما ضرب عصاه في البحر من فلق من المرة الأولى فقال الله لجبريل أن يقول له قل يا موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك ففلق الله البحر لموسى اللهم يا رب لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوت إلا بك فرج عن ما نحن فيه فرج عن المسجد الأقصى المبارك اللهم قم أهلنا في فلسطين اللهم وحد كلمتهم اللهم قم مع القدس احمي الصخرة المشرفة اللهم عليك بمن تأعمر على القدس اللهم عليك بمن خذل القدس اللهم إن القدس أمانة عندك فاحفظ أمانتك اللهم احفظ مكة المكرمة احفظ المدينة المنورة وقبره الشريف يا رب العالمين اللهم احفظ علينا مقدساتنا واحفظ لنا أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وبيوتنا وعمر بيوتنا وأنزل الرحمة والمودة والسكينة على بيوتنا وألف بيننا وبين أقاردنا واللهم يربحب كلمة المسلمين اللهم احكم دماء المسلمين واقض الدين عن المدينين وفرج هم المهمومين اقض الدين عن المزارعين المزارعون يا رب يئنون اللهم كن معهم اللهم سد الدينهم يا رب العالمين وعن التجار الصادقين الصالحين يا رب العالمين اللهم زوج بنات المسلمين اللهم فرج عنهم وفرج قربهم يا رب العالمين اجبر بخاطر الأيتام اللهم كل امرأة تربي ايتام حياها الله اللهم اجهر بخاطرها اللهم احفظها اللهم يا رب كن معها اللهم ايدها بنصرك اللهم ابعد عنها الحاسدين ابعد عنها الحاقدين اللهم اجعل لها قرة عين بابنائها وعوضها خيرا بابنائها يا رب العالمين اللهم يا رب هؤلاء هذا الدعاء ومنك الاجابة الاربن الاربن المبارك اجعله بلداً آمناً مطمئناً بحفظك وكرمك وسائر بلاد المسلمين احفظ الأردن وشعب الأردن وجيش الأردن وأمن الأردن واستقرار الأردن وهواء وماء وشجر الأردن وضيوف الأردن وملك الأردن احفظه عن يمينه وشماله اللهم احفظه واعده إلينا سالماً غالماً يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين